ترجمة نانسي قنقر لكنني لم أحله لحد الآن على الغيار أنا جوج دي الأصدقاء ماتوا لي ما عرفش كيفاش أدخلهم الحالة المدنية ما قدرتش وتوفيق مسباح هو واحد من هؤلاء أكبره سنا لكنه كان شقيقي وكان يقاسمني كثير من المشاعر وعلى علا الذي قيل صحيح فهو يحسن تسلل إلى القلوب بأناقة فائقة جدا أجدد التعازي لأسرته الصغيرة والكبيرة ولأصدقائه وأشكر كل الذين سهروا على تقديم هذا الأشياء قبل أن ألقي كلماتي وأنا لا أحسن الارتجال في مثل هذه الحالات أقدم بعض الإفادات كيف اقترح علي الراحل أن أكتب مقدماتاً وأنا نادراً ما أكتب المقدمات لأنها تشعرني بأنني القارئ الأول ولكنني أيضاً القارئ المفضوح هذه المجموعة كان من الضروري أن تظهر ثلاث سنوات لكن الأسباب المختلفة متعلقة بالنشر ومتعلقة أيضاً بمسلاكيات الناشرين تأخرت لحوالي ثلاث سنوات في حد الأماسي التقينا بالقرب من مسكاني وقال لي أنني أنوي نشر مجموعة القصصية الأولى وكنت أعرف منذ سنوات أنه يكتب القصة ويكتبها بأنقة متميزة وله ذوق رائع وفي هذا اللقاء إذا سمحتم لي بلغة تقريرية أنا أغبط الذين تحدثوا قبلي لأنهم يغمسون أقلامهم في غير ما أحسنوا الكلام حوله سأحاول أن أنصب التوفيق نصباح وسأقدم إفادة أساسية بأنه استحدث جنساً قصصياً طريف جداً مختلف كل الاختلاف وأرجو من من لهم دراية بالنقد والباحثين والأساتد الجامعين أن يطلعوا على هذه المجموعة لأن فيها طرائب وأساليب ولغة خاصة في بناء الدخيل سأفرأ جزءاً من كلمات موجهة إلى توفيق نصباح حياً لا ميتاً لأن هذه المجموعة القصصية بالفعل لقد فوض الموت ولكن ربحة توفيق مسباح ليس طارئاً على السرد ولا متطفلاً عليه قاس وسيناريست وصاحب عمود معروف في إحدى الجرائد المغربية الأسبوعية من الاستراتيجيات التي طورها توفيق منذ عشرة سنين قدرته الفائقة على مراقبة الواقع المغربي والعربي مراقبة حثيثة ومستديمة جامعاً بين حنكة المؤرخ وذكاء السينمائي وحساسية صانع الدخيل ومن الأمور التي نماز بها الكاتب خلال السنين الأخيرة إحداث تركيبة عجيبة بين الواقع والدخيل بطريقة تحيل على شخصيات وأحداث واقعية لكنه يشحنها بطاقة دخيلية لدرجة يصعب فيها تنمييز الواقع من الدخيل ولقد ذكرتني هذه الاستراتيجية الخطابية بالسؤال الأزلي الذي طرحه الفيلسوف الفرنسي جون بورسارتر عام 1964 ما الأدب؟ لن نكلف أنفسنا عناء الجواب مجدداً على هذا السؤال الكبير والباسع غير أننا نقول إن اقتراح رؤياً للعالم من خلال هذه الخلطة العجيبة هو تفصيل من تفصيلات حركة ما بعد الحداثة ممثلة في التشضي والشك في الحقائق والسعي إلى تفكيكها وتسليط الضوء على المحل والشعبي وإن حركة ما بعد الحداثة سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى الإنقلاب على كل قيم الحداثة فكان من الضروري البحث عن صنافات أجناسية تحقق ذلك من الثورات الأولى على حركة الحداثة ظهور التخيل الذاتي مع سيرج دبروفسكي سنة سبعين وسبعين وتسعمائة ألف وهو شكل تخيل واقعي يتم فيه المسج بين الرواية والأوتوبيوغرافية غير أن الثورة الأولى ستتحول إلى انقلاب هائل على القيام الجمالية الكلاسيكية والحداثية دفعة واحدة فمع الأعمال التخيلية الأولى لفليب فاسي وهو كاتب فرنسي غير معروف عن نبي ميكفي سيظهر نوع جديد من التخيل يقوم أساسا على عملية بناء الواقع بدل الإنغيماس الدائم في الكتاب عن الدات وهذا الاختيار يوافق مزاج توفيق مصباح من حيث هو حائز على ذوق مضاعف صحفي وصانع التخيل قرر بوعين تام أن يجمع بين صبر السوسيولوجي وتركيز السيكولوجي وتفاني الدار الثقافي ومتأمل الصور والشخص والقيام كانت الحقائق ديذنة لكنه لا يبالي بها إلا بالقدر الذي تسعفه على فهم الأشياء والأعماق والشخصيات الأشد عمومية ورواجا في المينتي ميديا الحديثة وفي هذه الحالة قد تبدو كساب التوفيق نسبع أشد تطرفا وثورة على الاقتصاد تخيل المألوف من حيث خلق تيمات هامشية جديدة تنبثق من أمزجة الشخصية الأشد ابتذالا في العالم العربي ومن الوثائق والوثائقيات والإشهار كل ذلك من أجل تشييد عوالم مهمشة لهذا سيكون من الصعب على الذوق الكلاسيكي والحداثي أن يعد سرد توفيق مصباح تخيلا أو أدابا ولا شك أن دعاته سيوجهون له اللوم لأنه آثر أن يصطاد الحقيقة بدل أن يلونها وقرر أن يخفي الحدود بدل إظهارها وأن يستلهم استرديات التاريخية بدل أن يصدقها تندرج نصوص المجموعة ضمن هذه الخانة المسمات بالتخيل الواقعي والتخيل الواقعي في هذه المجموعة يقدم لنا عالما حيث الحدود بين التخيل والواقعي غير واضحة وهو بهذا الصناع يستوحي الواقع شأنه شأن البيوغرافيات التخيلية والتخيل الداتي واللا تخيل الرواي والروايات المستوحات من الواقع وهي صنافات شوشت على الحدود بين التخيل والبيوغرافية موظفة شخصيات مشهورة نسبيا أو استلهمت مرويات تاريخية لعصور مختلفة ولو سعينا للاقتراب من المطبخ التخيل لتوفيق مصباح وتأمننا على سبيل المثال قصته المعنونة بحليب هيفاء الطبيعي لصار بإمكاننا تسجيل الملاحظات الآتية يتخذ هذا النص القصصي من شخصية هيفاء المرجعية المعروفة إطارا عامليا ومن بعض جوانب سيرتها وصفاتها إطارا مرجعيا اتخاذ جزء من سيرة هيفاء الحقيقة الحقيقية لم يمنع السارد من رقوب الفونتازم التاريخي والعجائبي كي يقود المسافة بين البيوغرافي والتخيل ويمارس أقصى درجات الكتابة المتحررة من أي تعاقد مسبق هيفاء ليست سوى تعلة لمعالجة أزمة الحليب المستفحلة في المغرب يوظف السارد لعبا مرآويا طرفاه من جهة أولى شخصية البقرة الضاحكة التي أضحط أشهر من كل المشهورين بفعل سلطة الإشعار وطرفه الثاني شخصية هيفاء والواحد لا يعرف أين تبدأ شخصية البقرة وأين تنتهي شخصية هيفاء يمارس السارد أحيانا بضمير الغائب كأي سارد مهذب وأحيانا أخرى يخاطبها بوجهه المكشوف من خلال ضمير المتكلم تحليلا لذاتين مختلفتين إحداهما واقعية هي هيفاء والأخرى تخيلية البقرة الضاحكة وموقفهم المأزوم مع سرد استعراضي وعار ومكشوف وسرد أيضا استعراضي لهيفاء والبقرة أتمدى السارد على فضاءات واقعية منها ما يتعلق بهيفاء الحمام غرفة النوم ومنها ما يتعلق بالبقرة الضاحكة الكوري مكسب الوزير إن الملاحظة السالفة الدكر تضطرنا إلى طرح سؤالين جوهريين بخصوص هذا التوجه الذي تسير فيه المجموعة وإليه الكتابات السردية المغربية هل تشكل كتابة الدخيل الواقعي بداية ضعف الدخيل لدى توفق نسباح وغيره من قتاب هذا الصف من الكتابة الدخيلية الواقعية ما الصلة الموجودة بين الدخيل الواقعي والدخيل التاريخي لا يمكننا في هذا الحيز أن نجيب على هذين السؤالين الإشكاليين ولكن بإمكاننا أن نجازف بالقول إن الدخيل الواقعي هو بمثابة استعادة لإحدى استراتيجيات الرواية الواقعية العربية فلو أخذنا قصص محمد زفزاف مثالا لأمكن القول بأن جل شخصياته إن لم تكن كلها من معارف الكاتب أو صديقاته ولهذا نندهش من درجة أصالتها وقدرة السرد على استعادة سمات الشخصيات والأحداث والأماكن والأزمينة ونفس التأكيد يمكن أن نعممه على قصص محمد شكري وبول بولز وتوفيق نسباح أخيرا مجموعة توفيق نسباح حليب هيفاء طبيعية مدونة شديدة التعقيد من حيث الجسور التي تقيمها بين الواقع والتخيل والإشكالات التي لا تشتاء ترسمها لعالم متشابك هش غامض ومفلس فقط القراءات المتعددة هي السبيل الوحيد لإعادة حل ضفائرها والانغماس في متاهاتها وتذوق حلوها ومرها وشكرا